في الجزء ده هنتكلم مع بعض على قنوات التوزيع المختلفة اللي ممكن نستفاد بيها في شغلنا كـ Online Travel Agency احنا عندنا خمس قنوات توزيع أساسية تبدأ من Business to Consumer أو B2C وده لما عميل فرد يدخل على الموقع أو التطبيق بتاعنا يحجز سواء طيار أو فندق أو خلافه من الخدمات اللي احنا بنباعها من خلال الويب سايت أو الابليكيشن بتاعنا البيتو بي ده الشركات اللي او الموزعين بتاعنا بنبدل كل واحد يوزرلم وبالسورد بنعمل له نسبة خصمه معينة بنديله credit limit وهنجي نتكلم على كل واحد بالتفصيل يعني والcorporate اللي هي المؤسسات او الشركات او الجهات الحكومية الكبيرة اللي بيبقى ليها access على السيستم بتاعنا علشان تحجز للموظفين بتاعها او الموظفين بتاعها يقدروا يحجزوا رحالاتهم من خلال السيستم بتاعنا والميتا سيرش مواقع المقارنات ويجو سكانر كايك واتفر اي ان كان من هذه المواقع المقارنات اللي احنا بنبدأ نديهم الكنتنت بتاعنا او المحتوى بتاعنا سواء كان طهران او فنادي وبنوزعوا بنوزعوا بنبيع من خلالهم من خلال الترافيك اللي هما بيجبوهن على الويب سايت بتاعنا وده برضو بيبقى يعني ممكن في ناس بتتعرفوا على اساس ان هو قناة توزيع منفصلة تماما عن البي تو سي او بتحطوا مع البي تو سي في قالب واحد على اساس ان ده كده كده بيشتغل مع البي تو سي بس واخيرا الاكساميل اوت وهنا ده بقى ايه ليفل الوحش او ليفل التنين ده انت ربنا يعني كرمك ومؤسسة كبيرة تكاد تكون عملاقة بتبدي اي بي اي للشركات اللي بتشتغل معك فانت هنا بتخرج خارج نطاق الانلاين ترافيل ايجنسي وبتروح شوية ناحية ان انت بقيت كونتنت اجريجيتور او انت عندك مصادر مختلفة من الجي دي اس او من الفنادق وبتجمع الكلام ده كله في فيد واحد وبتتوزعه على عملائك من خلال الاكساميل اوت فاي حد عايز يعمل اونلاين ترافيل ايجنسي بيجي لك يربط معاك